نحن الآن نتجول في رفقة السيد المحافظ والسيدنا بمحافظ الأنبار وقسم الأعظام الجسم المحافظة ومعظم الدوار الأمنية وسيد قاتش بمحافظة الأنبار في منطقة السبعة كيلو وخمسة كيلو الآن ومنذ اليوم بدأت الحملة على أوسع بابها بعد أنتت الحكومة المحلية بعدد كبير من الآليات التخصصية لدوار بلدية الرمادي لغرض رفع الأنقار ومن ثم الشروع بإعادة النازحين إلى مركز محافظة الرمادي وتحديدا منطقة السبعة كيلو وخمسة كيلو ولكن الحمل كبير ونطلب من أبناء محافظة الأنبار النازحين الصبر علينا إن شاء الله سوف نقوم بفترة وجيزة برفعها للأنقاض ومن ثم عادة النازحين وبالمرحلة الثانية توجه إلى مركز قضاء الرمادي بعد إكمال الأجهزة الأمنية إن شاء الله رفع هذه العبات اليوم محافظة الأنبار بشقيها التنفيذي والتشريعي متفق على كلمة واحدة همها عادة النازحين ورفع الأنقاض وإعادة الاستقرار للمحافظة بعد جهد الأمن الكبير الذي بذله أبناء محافظة الأنبار والأجهزة الأمنية ولا ننسى دور أبناء شرطة الأنبار أفاج الشرطة إضافة إلى أبناء الحجد العشائي الذين اليوم كما ترون هم يمسكون هذه المناطق بعد تطهير وقسم منهم يمارس عمله اليومي في تنظيف معه مع الأجهزة الأمنية نحن الآن الصفحة الثانية صفحة إعادة الاستقرار وسننطلق بعد ذلك إلى إعادة الإعمار الحمد لله الحكومة المحلية تعمل منذ أسبوعين أنجزت الكثير من المتطلبات لإعادة النازحين كل العمل الذي يجري هو بالجهود الذاتية الفرق المتخصصة في رفع مسح ورفع الألغام أنجزت الكثير وأنجزت حيين لحد الآن هما الخمسة كيلو والسبعة كيلو أطلب من كل من يستطيع أن يساعدنا وخصوصا الشركات المتخصصة والمقاولات العامة في محافظة الأنبار والكل يعلم أن في محافظة الأنبار عشرات أبل مئات الشركات التي تعمل في مجال المقاولات أطلب من هؤلاء المقاولين والشركات أن يساعدوا الحكومة المحلية في عملية التنظيف وبالحقيقة بالجهد الذاتي والتبرأ ونحن نعدهم أن سيكون لذلك معايير أخرى في المراحل القادمة وسنوعدهم أن سيكون لهم دورا في عملية الإعمار من خلال أن تقوم المحافظة بمكافأتهم في المقاولات القادمة أنا على ثقة كاملة وتام أن أبناء المحافظة سيساعدوننا وسيشاركون معنا بشكل كبير كثير من الشركات أبدت رغبتها واستعدادها للمساعدة وأنا من على شاشاتكم وقنواتكم الكريمة أطالب هذه الشركات بالحضور إلى مدينة الرمادي لمساعدة الجهد الهندسي للحكومة المحلية في محافظة الأنبار نعم منذ بدء الحملة لعادة الاستقرار في مناطق السبعة كيلو والخمسة كيلو والتأميم باشرت الملاكات الهندسية وبالتنسيق وبالتعاون مع الهندسة العسكرية وكذلك مديرة المتفجرات في قيادة الشرطة الأنبار وأبناء الحجد الشعبي الذين لديهم الخبرة في هذا المجال تم رفع عدد كبير من العبوات الناسبة في هذه الأحياء ثم بدأ والمباشرة برفع الأنقاض وكل النفايات المتعلقة ومخلفات الحرب ومخلفات التي تركها داعش في هذه المناطق التي من شأننا أن نعيد النازحين في أسرع وقت ممكن في هذه المناطق أتينا اليوم للمباشرة بحملة تنظيف مدية الرمادي بعد رفع أغلب العبوات من مناطق السبعة كيلو والخمسة كيلو نحن الآن وقفين قرب هذا الجسر وهذا الجسر يعتبر تاريخ لأهل الرمادي ليعلم أهل الأنبار وليعلم المواطنين وليعلم المسلمين ما يفعل داعش من ظلم وكفر وتهجير لأنه هو عدو للإنسانية وعدو للتراث وعدو للتاريخ الآن عملنا نحن كمجلس محافظة باعتبارنا رئيس لجلسة الخدمات ومجلس محافظة قد أتينا اليوم مع الآليات المتخصصة لبلدية الرمادي وجهد الهندسي معها وكذلك ذات الكهرباء والماء لدينا من يوم الغاز سيكون هناك عمل دعوب جدي برئاسة سيد نائب محافظة الأنبار لشؤون الفنية الساد علي فرحان وتعاون لجنة المحافظة نعتقد خلال الفترة قريبة جدا سيتم عودة العوائل لمدينة السبعة كيلو والتأميم والخمسة كيلو خصوصا بعد الجهد الكبير الذي قامت به جهاز مجالة الأرهاب وجهاز رفع المتفجرات في مدينة شرطة الأنبار وكذلك مساعدة الأهالي هناك جهد إضافة موجودة في منطقة حصيبة وزارية وجوابة بالتعاون مع أبناء العشار الموجودة في تلك المناطق حيث تم منذ اليوم رفع العبوات وتنظيف الشوارع نعتقد عودة أهل الأنبار وخصوصا ديتنا ما سيكون سريعا جدا بحيث إن شاء الله لأيام القريبة جدا سيشهد عودة لمئات أبل آلاف من العوائل إلى هذه المدينة ترجمة نانسي قنقر